انا في هذه الساعة بتاعت النهاردة عاوز اكلم حالاتك في تاعة اربع حاجات بسيطة مش عاوز اناكد عليك بس عاوز اقولك حاجة انه مثلا انت بتقرأ النهاردة خبر بيقول يا جماعة انه الشركة اللي بتدير العاصمة الادارية بستلفة ثلاثة مليار وشوية من بنك في الصين الحكومة المصرية هي الضامن مش هي المقتردة عشان يعملوا العاصمة الايه الادارية حلو جدا ان يبقى عندك مسجد بساعة سبعتاشر الف مصلي هذا المسجد في الصحراء الكبيرة عشان يكتب عليه مسجد الفتاح العليم الرزاق الكريم عفتاح السيسي البعيد اللي كذا كذا وهيبقى فيها وزارات وهيئات وجهات حلو يبقى عندك عماير واكبر برج في العالم هيكون عندنا واللي عاملت برج الشركة الصينية بالتعاون مع مين مع مدينة او شركة العاصمة الادارية الجديدة معرفش حضرتك تعرف ولا لا ان شركة العاصمة الادارية الجديدة دي شركة بتملك منها القوات المسلحة جزء كبير والجزء منها تابع وزارة الاسكان واخد بالك انت يعني عوايدها وانهايتها يتبقى فيني يا استاذ ايبقى في جيب القوات المسلحة لا نعرف عنها حاجة ولا موجودة في الميزانية ده مش كلامي انا ده كلام عن فتاح السيسي لما قالك في يوم الايام العاصمة دي كلها بره ميزانية الحكومة أليس كذلك؟ لكن ديش وقت اللي برج اللي هم حطوناهم في الصور يعني هيبقى عندنا خمس ست برج وكمان برج خزوق والجامع اللي انت شايف انه محج بيصلي في ده ويعمل لك برلمانه ايه الجديد بقى في الحكاية دي؟ ان عبد الفتاح السيسي قرر شوف العاصمة دي حلوة ازاي؟ يجيب المليارات دي كلها اللي هي حوالي خمستاشر مليار دولار للمرحلة الاولى ويعمل شوية اللي برج دول وشوية المية والبتاعه حلو كويس جد وبيقول لك انه جيبهم على حسابه ده هيبقى مقر الكونجرس يعني ما عرفش التاني فيه ماشهد تاني هتشوفه للمسجد المجلس الشورى او مجلس الشعب عامل زي المبنى بتاع الكابتال هيل اللي هو بتاع ايه امريكا بيصرف خمستاشر مليار في العاصمة الادارية واحداك شفت الخبر واحتمال زي ما لقى ايه اردهول ايه اردهول ايه اردهول ده خمستاشر مليار دول في الوقت اللي انت عارف وانا عارف ان فيه شعب جعان وان منحنى الديون عمال يزيد ويعلى 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 بشكل كبير جدا مش كلام انا برضو ده كلام منظمات الدولية اللي بتشحتنا ولما تشوف الفلوس دي اللي هم الخمستاشر مليار وتدور عليه وفعليا هل هينتجوا شيء مش هينتجوا شيء لان دول مجموعة مباني يقول لك هنبيع شقق حتى لو بيعت شقق مش هتبيع لك شقق بنص مليار عمرك ولا بمليار طب هتعمل ايه عمفتاح مش عبيض بيقول لك التالي احنا يا جماعة عندنا كام هيئة وجهة للجيش في وسط البلد حضرتك ما تعرفش صح يعني انت لو فكرت معايا مش هتعرف لانه عندك وزارة الدفاع وكلية الحربية وكلية الدفاع والفنية العسكرية وإدارة التجنين ونادي المشاه ونادي العصاء ونادي المكسحين وعندك الأكاديمية الطبية وزميل جاب لك كل حاجة كل الحتة دي في وسط البلد مش في وسط البلد قوي يعني في القاهرة كل الحاجات دي كلها يا معلم اللي انت شايفها دي المفروض هتروح فين العاصمة هناك في الصحراء أنا موافق ورنا بقى كام حاجة كده كل دي على آلاف الكيلو على آلاف المترات كل دي أراضي خدتها القوات المسلحة وحطت إيها في وسط البلد وفي فدريت نصر وفي مصر الجديدة دي كلها بلاد داخل البلد دي مصر مصر العسكرية لأنا دايما بحكي لك عليه مش دايما نقول لك احنا مصرين مصر المعوزة اللي مش لقيها تاكل ومصر اللي هي ايه مصر بتاعت الجيش قادي استاذك كلها كل المنشآت دي هتروح فين يا معلم هتروح لي الصحراء هتروح عند مين العاصمة الإدارية الجديدة قادي القوات المسلحة قادي كلها الحربية كل المباني دي هتروح هناك حلوة تقول لي مهو برافو يا حمزة السيسي عمل حاجة كويسة جدا هياخد الحاجات دي من هنا انت لو بسيت على الخريطة دي رجعاني تاني بعد إذن حضرتك ايوة ركز معايا بقى ساعة المخرج ركز معايا ايه اللي انت شايفه ده بقى بالصالة على النبي ده مناطق العسكرية كلها دي هتشال من هنا المساحة دي كم كيلو انا معرفش كتير كيلو مترد صحبي في الستوديو بيقول لي كده هو بايده معرفش المخرج ابني ولا لأ بيقول لي يوه ياما هتروح فين بقى الحتة دي بقى هتتباع هتتباع للقطاع الخاص مش القطاع خاص المصري لرجال الاعمال بين السعودية والامارات واحتمال اليهود انا قلت كلام واضح ولا مش واضح اقولها تاني اقولها تاني الراجل ده كاتب البوسط دي راجل منعم ده بيقول لك في سنة عشرين القوات المسلحة هتطرق كل ما تدلكه من انشآت في مدينة نص ومصر جيدة وتنتقل لوحدات وقيادات جديدة بالعاصمة فبسألوا الاراضي دي هتعملوا فيها ايه قالها تروح حق انتفاع لمستثمرين عرب واجان اشتا قلت ماشي وعوايد الاستثمار دي للدولة قالوا لي لا للجيش طاوعنا يا مغفن هو ما كتبش يا مغفن يعني ايه حضرتك يعني الجماعة بتوع الجيش اللي هما اللوقات يعني المعلم السيسي يعني المجلس العسكري بيعمل ايه بيبيع في ارض مصر ويطرابها بالطريقة اللي تريحه فقال لك القاهرة بقت زحم علينا واحنا لوقات ومشيين في السكة وناس وهجر ويشاوروا علينا ويعملوا لا يا عم لا لا احنا عاوزين نمشي بالحتة دي طيب حضرتك الارض اللي انت واخدها دي بتاعت مين دي بتاعت شعب مصر قال لك لأ دي عرقنا وشقانة طيب الارض اللي انت خدتها انا حد تاني اللي في السعر دي برضو عرقنا وشقانة بابا الله يرحمه في النهاية هتلبس الخزوق لما اني صايم يعني فاش حاجة بس الخزوق دي حاجة حلوة جدا يعني في الزمن ده طيب والشعب الغالبان اللي هتشوفوا ده هيعمل ايه ايوة الناس الغلابة دول ورينها كده شوية حاجات كده كده انا هتحدث مثلا عن شبخ خفل اللي انا منه الناس الغلابة دي تروح فين ها ما تبنالهاش ليه مساكن بدل الكلام ده بتلاتة مليار تبني عشرات المدن مش مدينة واحدة حاجة يعني ايه كبيرة جدا هيروحوا فين الناس دي الناس اللي عايشة مع القطط والكلاب والحصينة والحمير هيروحوا فين خليهم دول انه دي دولة المعوزين اللي احنا مناش دعوها بيحاجة